وفي إطار نفس الاحتفالية خلينا نتابع بقيد تلقاتنا دلوقتي معنا لقاء مع لواء بحري أركان حرب أشرف المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية لواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية في البداية أنا ببركلهم وبرسل لهم خالص تهنيتي لهم والوصارهم الكريمة التي بذلت الغالي والنفيس وتعاونت معاونة صادقة مع إدارة الكلية لمدة أربع سنوات انتظارا لهذا اليوم المشهود بقول لهم لقد نلتم الشرف للانضمام لقوات المسلحة فكونوا أهلا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم تقربوا من جنودكم وكونوا قدوة لهم علموهم فهم خير جنود الأرض لا تنسوا أقسم الذي أقسمتموه وليكن شعركم الدائم الشرف العلم الفداء في البداية نحن بيتم الدراسة في الكلية البحرية من خلال مواد نظرية ومواد عملية المواد النظرية تم تطوير جميع مناهج الدراسية لكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة وتتماشى مع الوحدات البحرية التي انضمت حديثا للقوات البحرية تم تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي ونظام التعليم الرقمي ده بيسهل للطالب الحصول على المعلومة بالإضافة اللي هو مزاد بأفلام تعليمية للطالب بتساعد على العملية التعليمية بنوك الأسئلة بقت كل الامتحانات إلكترونية والطالب أصلا ممكن من خلال بنوك الأسئلة بيتعرف على مصالح حقيقي من ناحية العملية احنا بننفذ عدد اتنين تدريب للطالبة تدريب الداخلي وتدريب الخارجي تدريب الداخلي بيقبى داخل مصرح عمليات جمهورية مصر العربية في البحر المتقاصد داخل نطاق الوصول الشمالي والبحر الأحمر داخل نطاق الوصول الجنوبي وخلال هذا التدريب بيتيح للطالب التعرف على الجزر والمضايق والخلجان والأهداف الحيوية والاقتصادية للدولة ده بالإضافة لكل ما هو تعلمه نظري بيتم تطبيقه عملي بالبحر أما بالنسبة للمعسكر التدريب الخارجي فهو بيكون خارج حدود الدولة ويتم خلال تنفيذ هذا المعسكر باشتراك الطلبة تنفيذ التدريبات المشاركة والعبار مع الدول الصديقة والشقيقة ده بالإضافة عند زيارة هذه الدول بيتم زيارة الطلبة للكليات البحرية المناظرة وبيتم اشتراك الطلبة في عنشاطها علمية وثقافية وترفيهية ده بيساعد الطالب اللي هو يسقل مهارته ويسقل خبرته ويوصل لمرحلة الاحترافية ترجمة نانسي قنقر